السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي الحلوين عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير النهاردة فيديو جديد هنعمل مع بعض كده صنية البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة خالص زي ما احنا شايفين كده شكلها جميل جدا وطعمها كمان كان اجمل وطبعا عارفين البسبوسة مكوناتها سهلة وبسيطة واقتصادية خالص يعني هو اللي بيكون مكلف في البسبوسة هو انك تضيفي بقى مكسرات من الغالية وكده فطبعا لو مش موجود بتماشي عادي انا عملتها بالسوداني كان عندي سوداني عملتها بالسوداني ومن غير مكسرات بتبقى جميلة جدا امشي بس على المكونات الصح هتطلع معايا كتارية وجميلة جدا زي ما احنا شايفين قدامنا كده انا مش بحب اللي هي العالية اللي هي بيكون يعني مرتفعة كده مش بحبها بحب يعني الحجم ده السمك بتاعها يكون كده فيارب النهاردة وصفة النهاردة تعجبكم هي المكونات زي ما هنشوف مع بعض جميلة جدا شايفين لونها جميل ازاي طبعا انا بعمل كده تكة بسيطة كده في الشربات بعد ما طبعا ما بيغلي الشربات بننزل عليه بنص لامونة وبننزل بكس الفانيليا بعد ما الشربات بيخلص بعد كده لما الشربات بيطلع بضيف عليه نص مكعب من الزبدة او السمنة البلدي على حسب انت مستخدمة ايه بيطلع الشربات طعمه جميل جدا يلا بينا على طبعا ندخل على مكونات الوصفة زي ما احنا شايفين قدامنا عندي كيس بسبوسة اللي هو كريمة عاوزة تجيب اي نوع تاني اللي يعجبك كله بيمشي وبقى طعمه جميل جدا انا استخدمت بسبوسة كريمة وبقى طعمها جميل مجربها يعني عشرات المرات وعندي فانيليا وبكين بودر وعندي سكر وعندي كمان علبة واحدة من الزبادي واربع معالق من الزبدة تقدر تستخدمي سمنة بلدي لكن بالزيت ما بتبقاش حلوة يعني ما نصحش اي حد انه يعمل البسبوسة بالزيت حتى لو نوع زيت نضيف فمن الافضل اللي هيكون لا زبدة لا سمنة ويا ريتي تبقى السمنة بلدي هتطلع معاك جميلة جدا وهتعجبك قوي زي ما احنا شايفين كده نزلنا بالكيس البسبوسة اللي هو دقي السميد نزلت عليه كده بمعلقة صغيرة ربع معلقة صغيرة من الملح وهقلبهم مع بعض كويس هننزل اول بكل المكونات الجافة وهنزل بعد كده كيس فانيليا الوصفة سهلة وبسيطة جدا اللي اول مرة بيعملها يجربها وتطلع معايا زي الفل هنزل كمان بمعلقة واحدة من جوز الهند لو مش متوفر ما فيش مشكلة بيكون اصلا الكيس اللي هو البسبوسة الجاهز بيكون فيه جوز الهند فالو مش موجود ما فيش فيه اي مشكلة يبقى انا نزلت بايه نزلت بكيس البسبوسة اللي هو كريمة وعليه ربع معلقة من الملح اقل من ربع معلقة كمان وكمان نزلت كيس فانيليا معلقة من جوز الهند نص معلقة من البيكنج بودر ومعلقتين من السكر هقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضه كويس قوي طبعا جماعة منقطرش بيكونج بودر عشان ايه ما ترتفعش معانا احنا مش عاوزينها مش هي مش كيكة فاحنا بس عشان تبقى ايه فيه تراوة كده من جوه نص معلقة بس من البيكنج بودر وهنقلب كل المكونات الجافة كده مع بعض بعد كده هنزل على طول باربع معالق من الزبدة طبعا الزبدة لازم احطها الاول قبل الزبادي علشان اخلي الخليط رملي وزي ما قلنا كده الزبدة بندفها الاول على الخليط على الديه السميد علشان يبقى الخليط معايا رملي ويتشرب كده من الزبدة ويبقى طعمه جميل جدا دي افضل طريقة بدل ما تحطي الزبادي الاول لا لازم تضيف السمنة او الزبدة الاول علشان احنا عاوزين الخليط رملي زي ما احنا شايفين قدامنا كده زي ما احنا شايفين الخليط جميل جدا وريحة الزبدة مش عايز اقولكو يعني بتخلي البسبوسة جميلة قوي شايفين الخليط عامل ازاي من قبل ما احط كمان الزبادي متماسك وكويس اخر خطوة بقى بنعملها ان احنا بنضيف علبة الزبادي انا مش هحتاج غير علبة واحدة بس كيس البسبوسة ده 400 جرام زي ما قلت تقدري تجيبي اي نوع بسبوسة انت عاوزين تقدري كمان تجيبي دقيه السميد لوحده وتضيف عليه معلقة كبيرة من جسد الهند نفس الحاجات اللي احنا ضفناها على كيس البسبوسة كريمة مش شرط نوع بسبوسة جاهز لا لا ممكن تجيبي دقيه السميد وتستخدميه لوحده عادي مفيش فيه اي مشكلة وبطلع جميل جدا هنبدأ بقى كده نقلب كل الخليط اللي معنا كده مع بعضه لحد ما الزبادي يختفي خالص اش هنضيفه ولا مية ولا لبن ولا اي حاجة هي بصوا الوصفة كده المكونات مزبطة نفسها مش بحتاج اي حاجة تاني وصفة جميلة وسهلة وبسيطة وحاجة حلوة بنعملها في البيت مش مكلفة وجميلة جدا وولادنا بيحبوها شايفين الخليط جميل جدا ازاي هو ده الكوامل اللي احنا عاوزين هكون انا مشغلة بقى من الفرن طبعا وعند صنية هنزل فيها كده وابدأ افرد الخليط بتاعنا خليط البسبوسة زي ما قلت انا كنت ممكن يعني استخدم صنية اصغر من كده بس وهيبقى ارتفاع البسبوسة اعلى بس زي ما قلت انا مش بحب اللي هي المرتفعة قوي مش بنحب يعني بيكون كده طرية قوي مش بنحبها فعشان كده استخدمت الصنية دي الصنية دي مقاس تمانية وعشرين فزي ما احنا شايفين كده نبدأ نفردها كويس قوي وياريت لو نفردها بيدنا بيبقى كده يعني قد كل المقاس قد بعضه تقدر تتحكمي اكتر لو بفردتها بيديك اي بقى زي ما قلت اي نوع مكسرات عندك مفيش مكسرات هي هتبقى زي الفل برضو انا عندي سوداني هبدأ كده بقى اعمل اي اي منظر كده هبدأ كده اي بقى يعني اي اي افرادو كده على على كل الصينية يا ربي فيديو النهاردة يعجبكم ولو عجبكم بقى ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو واللي مش عندي يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد بنزله جميلة جدا ورحتها جميلة جدا واقتصادية مش مكلفة خالص يعني انا في اليوم اللي عملت في البزبوس انا مشتريتش اي حاجة منبرة كل المكونات كانت موجودة عندي الحمد لله زي ما احنا شايفين شكلها جميل جدا بمكونات بسيطة عملنا حاجة حلوة لولادنا في البيت زي ما قلت انا كده مشغل الفرن على الشبكة اللي في النص آآ وهدخل الصينية طلعت من الفرن وبقت زي الفل ولونها جميل جدا بجد تصوير ظالمها بجد والله لونها كان احلى من كده بكتير جدا لونها بيلمع كده ولونها دهبي وجميل جدا فجميلة اللي مجربش البزبوسة قبل كده يجربها بطريقتي وان شاء الله هتطلع معي زي الفل وهتعجبه النتيجة جدا البزبوسة طلعة سخنة كده انزل عليها على طول بالشرباط الجميل اللي ضيف عليه نص مكعب من الزبدة يخلي يطعم الشرباط بجد وهم يجربوه اللي عرفش ان الشرباط بتحط عليه نص مكعب زبدة جميل جدا وعلى طول اول ما بنزل بالشرباط بغطي الكنافة عفوا بغطي البزبوسة وبسيبها علشان تبقى طرية وحلو بتمنى فيديو النهاردة يعجبكم ما كنش طولت عليكم و هشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير جاية وزي ما احنا شايفين الشرباط حتى لو معاك كتير شوية هي البزبوسة بتشربو واحدة واحدة فانتي ما تلاقيش من الموضوع ده هي هتشربو بس سيبيه وغطي عليه وسيبيه هي هتمتص كل ده ان شاء الله هشوفكم في وصفات جديدة جاية ان شاء الله انتظروني وهشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة